كيف نرى الألوان؟ كم رحمة الله وبركاته أحياكم الله بحلقة اليوم اللي رح نتكلم فيها عن الألوان وكإعجاز الله في خلقه أن جعل عين الإنسان طبقات إحدى هذه الطبقات تسمى الشبكية وبتتكون من خلايا مستقبلة للضوء تسمى الخلايا البصرية توجد فيها بروتينات خاصة تسمى أوبسينات وهالخلايا نوعين نوع يسمى العصي وهي مسؤولة عن الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة يعني الرؤية ليلا ونوع يسمى المخاريط وهي المسؤولة عن الرؤية في ظروف الإضاءة الجيدة يعني الرؤية في النهار ومسؤولة أيضا عن رؤية الألوان رؤية الألوان تحدث بالاعتماد على التكامل الوظيفي للخلايا المخروطية وأنواع الأوبسينات الموجودة فيها فعندنا أوبسينات تستجيب للون الأحمر وأوبسينات تستجيب للون الأزرق وأوبسينات تستجيب للون الأخضر لذلك يعد البشر من الكائنات ثلاثية الألوان لحد هون جميل جدا هلأ صار بدك تسأل وباقي الألوان مثل الأصفر والبني والبنفسجي والبرتقالي وغيرها من الألوان شو وضعها كويس هون بيدخل علم الفيزياء ليفسر الموضوع الأحمر والأخضر والأزرق هالألوان الثلاثة تسمى بألوان الضوء الأساسية يعني كل لون غيرها يتكون منها متى عندما تتداخل هذه الألوان الأساسية مع بعضها البعض فمثلا تداخل الأحمر مع الأخضر يعطي اللون الأصفر وحسب نسبة التداخل بين هاللونين يعطي اللون الأصفر وتدرجاته وكذلك الأمر تداخل الأحمر مع الأزرق يعطي اللون الأرجواني وتداخل الأخضر مع الأزرق يعطي اللون السماوي هلألوان الثلاث الأصفر والأرجواني والسماوي نحن منسميها بالألوان الثانوية للضوء طيب شو بيصير لو اداخلت الألوان الثلاث مع بعضها بالتساوي الناتج سيكون ضوء أبيض مثل ضوء الشمس هون صار بإمكاننا نجاوب عن السؤال كيف نرى الألوان؟ المواد في الطبيعة فيها تركيبات مختلفة ومتعددة ومن خصائصها التركيبات أنها تقوم بعملية امتصاص كلي أو جزئي للون وأيضا تقوم بعملية عكس كلي أو جزئي له اللون الذي تراه للجسم ينتج عن الألوان المنعكسة عن الجسم لتدخل إلى عينيك تستقبلها الخلايا المخروطية وترسلها للدماغ ليترجمها باللون الذي تراه فمثلا إذا سقط الضوء الأبيض على جسم وامتص اللون الأحمر وعكس اللونين الأخضر والأزرق فسنشاهد لون الجسم سماوي وبتدرجاته وإذا قام بامتصاص اللون الأخضر وعكس اللونين الأحمر والأزرق فسنشاهد اللون الأرجواني وهكذا إذا انعكست الألوان الثلاثة مع بعضها بالتساوي فسنشاهد اللون الأبيض وإذا ما كان بالتساوي فممكن نشاهد ألوان أبيض مصفر أو أبيض مخضر أو أبيض مزرق وإلى آخره الفواكه والخضار بتكتسب ألوانها من تلك المواد الموجودة فيها لتعطي للكرز واللوز والبرتقال والتفاح الألوان التي تشاهدها طيب شو بيصير لو الجسم امتص كل الألوان وما عكس شيء أبدا وقتها سيظهر لون الجسم أسود هالمواد القادرة على امتصاص لون أو لونين وعكس لون أو لونين أو عدة ألوان نحن منسميها بالأصبغة والأصبغة هي مواد بتركيبات معينة تقوم بعملية اختزال للضوء شو يعني اختزال للضوء؟ يعني هي مواد تقوم بامتصاص لون أو أكثر وتعكس لون أو أكثر الأصبغة في إلها ثلاثة ألوان أسود وبتعكس لونين أما الأصبغة الحمراء وبتعكس لون واحد فقط والأصبغة نوعين لا جسم لونه أحمر فإنه سيمتص كل الألوان ويعكس الأحمر فنراه أحمر وإذا سقط الضوء الأبيض على جسم لونه أصفر فإنه سيمتص الأزرق ويعكس الأحمر والأخضر فنراه أصفر حتى الآن اتعرفنا كيف نرى ألوان الأجسام عندما يسقط عليها ضوء أبيض ماذا لو سقط ضوء بلون آخر على الجسم؟ مثلا لو سقط ضوء أحمر على جسم مصبوغ بالأحمر سنراه أحمر لأنه سيعكس الأحمر فقط لكن لو سقط ضوء أحمر على جسم مصبوغ بالأزرق سنراه أسود لأنه لا ينعكس منه أي لون وبها الطريقة بنقدر نتحكم بطبيعة المنظر اللي حابين يظهر عليه سواء في الصور أو في التصاميم معينة وهذا كله نحن منسميه أو يعرف باسم هندست الإضاءة